معاناة الشعب اليمني لم تتوقف عند الصراع الدائر في البلاد بل الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم فقر وجوع ونزوح مستمر فعشرون مليوناً من بين خمسة وعشرين هم إجمالي تعداد اليمن يعانون الفقر بحسب تقرير حديث للبنك الدولي التقرير شمل الوضع في اليمن في الفترة ما بين سبتمبر العام 2014 وسبتمبر العام 2015 أي خلال العام الأول من انقلاب الحثيين وأوضح أن مستويات انتشار الفقر في اليمن تتباين بين المحافظات في شكل كبير فالفقر يبلغ أعلى معدلاته في المناطق الريفية بنسبة 59% ووصل مستوى الفقر بين سكان محافظة عمران 71% ثم تليها شبوى والبيضاء بنسبة 60% ثم محافظة أبيان بـ 45% وتعز بـ 37% بينما يبلغ مستوى انتشار الفقر أدنى في محافظتي المهرى وصنعاء وذكر البنك الدولي أن عدد المشردين زاد إلى خمسة أضعاف ليصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص نهاية ديسمبر 2015 أي ما يعادل 10% من السكان وبحسب التقرير فإن هناك ما يقارب من ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل غير ملتحقين بالمدارس أي ما يعادل 47% من مجموع الأطفال في سن الدراسة نظرا لأن أغلبية المدارس مخلقة أو هدمت بالقصف في حين أن أكثر من 21 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء والملجأ والرعاية الصحية ومياه الشرب وتحاول منظمات الإغاثة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لسكان المديريات المحاصرة رغم العرقين والتهديدات التي يضعها الحوثيون هنا محمد بخشم العربية